أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زاكي أن رجال القوات المسلحة قادرون على دفاع عن أمن مصر القومي وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم ذلك من تضحيات لذلك خلال مشاركته مراسم الاحتفال بتخريج الدفع ال 155 من كلية الضباط الاحتياط شاهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفع 155 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقي باحتياط عبدالله محمود عسى إبراهيم بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذتها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية وشملت العروض عددا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني وفي تقليد عسكري قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام والذي عكس ما وصل إليه الطلبة من مستوى عال في الالتزام والانضباط العسكري كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريما لأرواح شهداء الوطن الأبرار وقام مساعد مدير الكلية بإعلان نتيجة التخرج للدفع 155 ضباط احتياط وقد بلغت نسبة النجاح 100% وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخرجين ثم قام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخرجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية وألقى مدير كلية الضباط لإحتياط كلمة أشار فيها إلى الاهتمام الكبير الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لأعداد أجيال جديدة من الخرجين المؤهلين وفقا لمنظومة علمية ومعايير دقيقة وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريج الدفع 155 وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة ليصبحوا رجالا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التي كلفهم الشعب بها وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم ذلك من تضحيات مقدما التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس حفاظا على استقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيد حضر لاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة ووزير التعليم العالي والشباب والرياضة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين اشتركوا في القناة